قررت نيابة أول مدينة نصر إحالة 42 متهما من عناصر تنظيم الإخوان إلى محكمة الجنايات في الاشتباكات التي شهدتها منطقة مدينة نصر في الذكرى السلسة لثورة 25 يناير حيث وجهت نيابة إلى المتهمين تهم إثارة الشغب والبلطجة والتجمر وتنظيم تظاهر دون الحصول على تصريح من وزارة الداخلية وحيازة أسلحة النارية وزجاجات مولوتوف والانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى تكتير السلم والأمن العام ومقاومة السلطات والتعدي على أفراد الشرطة وإتلاف الممتلكات العامة هذا وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 12 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي المتورطين في الاعتداء على المقار الشرطية والتحريد على العنف بمحافظات الإسكندرية الفيوم وضوميات وفي ذات السياق قال أمين الشرطة محمد الخطيب المتحدث الإعلامي باسم اتحاد أفراد الشرطة بالشرقية بأن قوات الأمن ألقت القبض على 14 شخص متورطين في اغتيال أفراد الشرطة بالمحافظة وأوضح الخطيب بأنه تم القبض عليهم خلال حملة أمنية مكبرة وجارس تجوابهم بمعرفة ضباط المباحث وتم تحرير محاضر للمتهمين وعرضهم على النيابة التي تتولى الآن التحقيق وإلى السويس حيث ألقت قوات الأمن القبض على عضوين بعناصر تنظيم الإخوان بتهمة التحريد على العنف والمشاركة في أحداث العنف بالسويس وأكد مصدر الأمني أن المقبوض عليهم هم محمد أحمد البراجيلي عامل بحري ووليد عطية مدرس والصادر ضدهم قرار من النيابة العامة بالسويس بضبطهما وإحضارهما بتغمة التحريد على العنف قررت محكمة جنح باب شرق بالأسكندرية اليوم بمعاقبة 27 متهما من طلاب الإخوان بالحبس لمدة عام وتغريمهم 10 ألاف جنيه لكل منهم ومعاقبة 10 طلاب آخرين غيابيا بالحبس لمدة ثلاث سنوات وتغريمهم 50 ألف جنيه وذلك بعد إلقاء القبض عليهم على خلفية اشتباكات 20 سبتمبر أمام مكتبة الأسكندرية ووجهت إليهم تهم الانتماء لتنظيم إرهابي وحيازة أسلحة خرطوش وطلقات ومنشورات مناهضة للجيش والشرطة ولنظام الحالي وإلى محكمة القضاء الإداري والتي قررت برئاسة المستشار محمد قشتا اليوم تأجيل نظر تسعة دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان الإرهابية وإغلاق جميع مقارها على مستوى محافظات مصر لجلستين 8 و15 إبريل المقبلين